تستضيف مدينة البصرة العراقية منافسة كأس الخليج بداية من اليوم وحتى 19 من يناير الجاري وذلك بمشاركة ثماني منتخبات تعض بطولة كأس الخليج الحدث الرياضي الثالث الأكبر في تاريخ مدينة البصرة من حيث عدد المنتخبات المشاركة مدينة البصرة في أبهى صورها تتزين الجداريات استعداداً لاستضافة العراق لبطولة كأس الخليج هنا في شوارع المدينة الواقعة جنوب البلاد يتجمع نحو 25 متطوعاً لرسم اللوحات على جدران الملاعب وفي الطرقات ضمن مظاهر الاحتفال بالبطولة فيما تنتشر أعلام دول الخليج المشاركة في الأسواق والمتاجر مبادرة تطوعية من قبل ما يقارب 25 شخص مختلفين الوظائف فقط للمساهمة في إنجاح خليج 25 بالرسم على جدران ملعب الميناء الرياضي طبعاً الرسومات كانت متنوعة قسم من عتل الشناشيل البصرة قسم لطبيعة البصرة قسم لشخصيات أدبية وتراثية المتطوعون تجمعوا ضمن المبادرة للمساهمة في إنجاح خليج 25 بالرسم على جدران ملعب الميناء الرياضي وتتضمن رسومات قسماً لشناشيل البصرة ومشربياتها وقسماً لطبيعة الموقع وآخرى لشخصيات أدبية وتراثية هذه كانت أول مرة أن نستقبل بطولة كبيرة مثل بطولة الخليج فالصراحة الدافع هو دافع وطني بصرة كم الحالة أولى ودافع أن نحن طلبة نحب الرسم ونحب الحياة بصرة عامة ونحب أن نراول العالم أن نحن مشعب فقط حروب وشعب مأساة نحن عدنا جانب حياة كل شيء حلو جانب يحب السعادة والحياة والتفاؤل فهذا الشيء هو الأهم المتطوعون أقدموا على رسم قداريات بدافع وطني لإخراج البطولة بصورة تليق بالعراق التي لم ينظمها منذ عام 1979 الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع في عام 2018 حظراً كان مفروضاً منذ عام 1990 على استضافة العراق للبطولات بسبب مخاوف أمنية تشهد عودة العراق لإحتضان هذه البطولات أكيد دلالة على استقرار الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في العراق ومقدرة العراق والبصرة خصوصاً على استضافة هكذا محافر رياضية الحرب من اللعب على أراضي جمهور الحرب من مشاهدة منتقبنا على أراضي هالسنال إن شاء الله هاي مثل ما تقول بوابة الخير بطولة الخليج العراق فاز ببطولة كأس الخليج العرب الخامسة التي أقيمت على أرضه قبل 43 عاماً فهل سيتكرر هذا الإنجاز؟ ترجمة نانسي قنقر